في اشارة الى اقتراب ساعة الصفر لانطلاق عملية استعادة الموصل وعلى الرغم من الانقسامات السياسية بين جميع الاطراف العراقية بدأت قوات البشمرقة فجرا عملية عسكرية بغطاء من التحالف الدولي ضد مقاتلي داعش في مناطق سهل لينوى شرقي الموصل الهجوم انطلق من بلدة ورداك الواقعة على بعد 30 كم جنوب شرق الموصل حيث نشرت بعض قوات البشمرقة الهجوم واجه منذ بدايته محاولة من عناصر داعش لتحييد سلاح الجو عبر اشعال اطارات سيارات لحجب وعرقلة رؤية المقاتلات مسؤول كردي اوضح من جانبه ان العملية تشكل جزء من عمليات تمهيدية اوسع استعدادا للهجوم على الموصل معقل داعش الرئيسي في العراق وتمتد العمليات على مساحة 75 كم الهدف الثاني من العملية يتمثل في محاولة تضييق الخناق على عناصر داعش كما تكمن اهمية المنطقة كونها موقعا استراتيجيا مهما على تخوم الموصل من الجهة الشرقية سهل لينوى يعتبر من المناطق المتنازع عليها بين اقليم كردستان وبغداد وكان تحت حماية البشمرقة الكردية قبل اقتحام داعش لها في اغسطس من العام 2014